اشتركوا في القناة تحويل مصاري الاثنى عشر التحويل مع التكنيم كل العمليات تجرى بالمنظار بفتاحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير السلام عليكم اسمي صبري المحمد السيد سنة 45 سنة وزني 115 بعاني من بعض المشاكل في السمنة وقررت ان انا اعمل عملية وبصرحة شفت الدكتور كريم في كذا قناة فضائية وقررت ان انا اتعمل معاه لانه لقيته عامل حاملة انه قرر ان هو يعالج فيها مرض السمنة والسكر فقلت تمام اما تفعل ما اوما شوف الدنيا ايه هتروح بنا غاية فيه فالدكتور راحب بيه وقال لي اهلا وسهلا بيك وتشرفين وتعالي انا عايزة اعمل عملية تكميم المعدة مع الدكتور كريم صبري عشان انا بقى راجع على نفسي وعن شكلي وتعالوا شاركونا العملية ونشوفوا بعد العملية بقى عاملة ازاي بسم الله الرحمن الرحيم انا دكتور كريم صبري مدام صابرين 115 كيلو احنا عمل لها تكميم معدى ان شاء الله تكميم معدى بالنظار عملية تكميم المعدة او تحويل المسار او التحويل مع تكميم الساسي او تحويل المسار الاسن عشر هي كلها عمليات الهدف منها انقاص الوازن الحياة طبعا احنا يعني لابد من تفصيل العملية على حسب طلبات المريض بعد اخذ التاريخ المرضي وتاريخ التخزية واذا كان في علاجات يعني بناخدها والسن حتى كمان كل دي عوامل احنا بنعتمد عليها في تفصيل العملية على المريض المناسب لان كل العمليات ما تنفعش لكل المرضى ولا كل المرضى ينفعلون كل العمليات هي طبعا عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة في اجراها عملية بتجرب المنظار خلال فتحات صغيرة اقامة اقل من اثنين اتناشر ساعة بعد العملية بنحرك بعد ساعتين بنشرب بعد ست ساعت الريهابيليتيشن او عادتنا للعمل بعد العملية بنقعد يوم في البيت بعد العملية وبننزل لشغلنا عادي نزول الوزن ان شاء الله نزول مؤكد ويعني نزول صحي سليم وان شاء الله نطمنكم على مدام سبريم بعد العملية ان شاء الله دي طبعا المعدة اللي احنا بنفصل عن مجموعة الدهون دي دي طبعا الدهون دي بتبقى متفوتة من عيان لعيان حسب الاوزان ولي طبعا احنا لازم نفصل المعدة عن الدهون عشان بعد كده نفصل المعدة الى جزئين المعدة الجديدة والمعدة المتبقية او دي قبة المعدة وهي ده جسم المعدة ونهاية المعدة اللي هو الانترام كل ده لازم اتشال بالنسبة قد تصل الى 80% دي الطريقة اللي احنا بنفصل بيها الدهون باستخدام جهاز اللي جشور وده جهاز زي ما قلنا نوع متطور من اجهزة الكاي اللي هو بيفصل الدهون عن المعدة زي ما احنا شايفين بجده مستيز مفيش اي نزيف مفيش اي مشاكل الامور يعني يمكن بسيطة باستخدام كل التقنيات الحديثة الخطوة الثانية من العملية ان احنا بندخل جهاز البوجي اللي هو بياخد حجم المعدة اللي احنا هنسيبه نحط شاشة ونسيبها للنهاية العملية بعد كده بندخل بقى جهاز البوجي اللي هيتم الفصل المعدة على المقاس بتاعه زي ما احنا شايفين ان هو اخد حجم المعدة عشان نبقى متطمنين دلوقتي تم عزل الجزء هي دقبست وعزلت في نفس الوقت ودي التكنولوجي المستخدم في طريق اللي هي تكميم المعدة احنا زي ما شوفنا العملية سهلة جدا في خلال عشر دقائق بتم عملية التكميم احنا فصلنا الدهون زي ما ورناكوا عن المعدة بقية المعدة فصلناها عن المعدة التانية اللي احنا هتتبقى وفصلناها باستخدام الدبسات اللي احنا ورناها لكم الدبسات الامريكي بتقص وتلحم في نفس الوقت يعني تقص وتدبس ثلاث صفوف على اليمين وتلاث صفوف على الشمال بالطريقة اللي احنا شوفناها دي دي المعدة اللي هتتشيل في المنظر ده هنشيلها بنطلعها بتسألونا طبعا احنا بنطلعها ازاي بنطلعها من برطاط اللي هي خلال فتحة الاتنين سمتي بيتم يعني تصغير المعدة دي عصراها شوية وبنشفط السواء اللي فيها وبنحاول نطلعها من نفس الورط صغير عشان ما نعمش كتحات جراحية ما تبقى من المعدة اللي احنا شايفينه دلوقتي بنعمله اختبار تسريب عشان احنا بنخاف من تسريب في كل عمليات الجراحة فاحنا دلوقتي بنحاول نحط الدبابيس تحت ضبط جيمد يعني بنحاول نعمل المعدة نخليها عبارة عن بلونة ونشوف احتمالية الدباسات والدبابيس دلوقتي واحنا داخل العملية عشان نتفادى يعني التسريب زي ما احنا شوفنا كده المعدة دلوقتي عاملة زي عبارة عن بلونة يعني لو فيه اي مشكلة في الدبابيس بتبان دلوقتي لان احنا حطينا تحت بريشر عالي جدا المعدة زي احنا شايفين احنا اخدنا جزء كبير جدا من جسم اللي هو نهاية المعدة الانترام المعدة زي ما احنا شايفين كده بالمنظر ده مفيش دبوس طالع ودبوس نازل امورنا كويسة خالص الحمد لله ما فيش اي تسريف ما فيش اي نزيف بنطلب من دكتور التخدير كمان ان هو يعلي البرشر يعلي الضغط شوية عشان لو فيه نزيف لقدر الله يبقى داخل العملية ونقوم يعني نقفه اسناء العملية ما نسيفش العيان للظروف ما بعد العملية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي سابرين محمد السيد سنة 45 قررت ان اخلص من السمنة ساعدني الدكتور كريم سابري وقدمني العون واخدني ضمن الحالات وعملي العملية وكت خايفة برضو زيكم زي اي حد تاني بيخايف لكن لقيت الحكاية جميلة جميلة مفاش اي حاجة كل ما عليك بس ان انت يا دوبك تستفيك من البن فوقت وتمشيت على طول ومارست حياتي العادية بعد ثلاث ساعت وجيني قاعدة معكم وبشركم في اللي حصل لي مع الدكتور كريم وبشكر كثيرا كثيرا الدكتور كريم والطاعم اللي معاه كله وطاعم التمريد وطاعم التسجيل وكل حاجة شكرا جزينا على الدكتور كريم سابري بسم الله الرحمن الرحيم اطمئكو على مدام صابرين هي عملت الحمد لله العملية بالسلامة عملت عملية تكميم المعدة الهدف منها انقاص الوازن عملية تكميم المعدة زي ما قلنا عملية تجرب المنظر خلال فتحات صغيرة ما بعد العملية الحمد لله الانفاقة كويسة جدا الريهابيليتيشن او العادة للنشاط الطبيعي لخلال وقت قصير جدا الخروج في المستشفى ممكن في خلال 12 ساعة ما بعد العملية عايز اوصل رسالة اقول ان عمليات انقاص الوازن سواء التكميم او التحويل او التكميم مع التحويل او العملية اللي هي السيدس اللي هي تكميم تحويل مصاري الاثنى عشر هي كلها من العمليات الهدفة الى انقاص الوازن كلها عمليات امنة كلها عمليات يعني مفيدة جدا في انقاص الوازن وعليك بعض الامراض الاخرى بالنسبة شفاء قد تصل الى 100% في السكر وغصان السكر من نوع التاني نسبة الامان عالية جدا لأن طبعاً إحنا نستخدم يمكن أعلى الحاجات في كل حاجة منظر هاي ديك نيشن يمكن مسالكات أمريكية في نسبة الدباسات أو المسالكات الطبية أقطة طبية طبعاً يمكن زي ما شوفنا النهاردة ده كانت تغدير على أعلى مستوى المستشفى لازم تكون مجهزة على أعلى كفاءة يعني لاستقبال حالات السمنة المفرطة يعني فإن شاء الله هنطمئنكم على بقية الحالات والعمليات يمكن عايزة وصل أن ما حدش تأخر فيها فعلاً لأن العمليات طبعاً بتحل مشاكل قد تكون اجتماعية السمنة بتسبب مشاكل اجتماعية كبيرة جداً بتسبب مشاكل صحية كتيرة جداً بتسبب مشاكل يمكن على مستوى العمل نفسه أو الوظائف نفسها فعمليات السمنة هي حلول آمنة لعلاج السمنة المفرطة والأمراض المصاحبة لزيلا مركز الدكتور كريم صبي لجراحات السمنة والمناظير أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنذار أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة تحويل مصار المعدة بالمنذار تكميم المعدة بالمنذار تحويل مصار الاثنى عشر التحويل مع التكنيم كل العمليات تجرى بالمنذار بفتحات صغيرة دكتور كريم صبري دكتورال جراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير ترجمة نانسي قنقر مساء الخير مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وساعة هنقضيها مع ماسي دورو جولد بس قبل ما نبدأ حلقتنا عايزة أقول لكل السيدات أن أنت الجزء الرائع في المجتمع أنت لازم تبقي رمز الجمال والأنوثة والشياكة والأناقة والحنان والعطاء وكل حاجة حلوة وعشان تبقي رمز لده كله وعشان تقدري تعملي ده كله لازم تدي وقت لنفسك لازم تحتمي بنفسك أنا عارفة أن في سيادات كتير جدا بتشتغل عارفة أن في سيادات كتير جدا عندها مسئوليات وممكن تكون بتصحى من الصبح من ساعة 6 الصبح تلبس ولادها وتوديهم المدارس وتروح على شغلها وترجع تجيب ولادها من المدارس وتعمل الأكل وتعود تذاكر للولاد ويوم طويل جدا جدا من يعني إيه أقول لكم إيه مش معاناة هو واجب بس هي بتحس أن هي يعني نسيت نفسها في ظل الظروف دي كلها لذلك أنا بشوف سيادات كتير جدا بعد الزواج والإنجاب بيهملوا في نفسهم وبيتغيروا ما بيبقاش عندهم الروح الإجابية بتاعت قبل الجواز تلاقيها مهملة في نفسها ويبان وواضح عليها على فكرة وده يمكن بيبقى سبب كبير جدا من يعني من أسباب المشاكل الأسرية اللي بتحصل لازم تدي وقت لنفسك ولو عشر دقيق في اليوم ولو ربع ساعة في اليوم أن أنت تدلعي نفسك يعني ببساطة شديدة جدا أن أنت تتجملي لنفسك مش لأي حد لنفسك أولا لأنه أنت لما تبقي شايفة نفسك جميلة ده أكيد هديك ثقة في نفسك بشكل كبير جدا وهينعكس على تعاملاتك مع كل الناس المحيطة بيك سواء في بيتك مع زوجك مثلا أو مع أولادك أو مع شغلك مش عاوزة أي واحدة بعد الجواز والخلفة والشغل تنسى نفسها وتقول طب أنا أعمل إيه طب أنا أنتو شايفين حياتي عاملة إزاي؟ مفيش وقت هعمل إيه؟ لأ يعني لازم نهتم بنفسنا ولو بقدر بسيط جدا أنا ما بقولش روحي عملي وسوي وأنا بقول حاجات بسيطة جدا وإن إحنا بنتكلم عن ماسي النهاردة يمكن ماسي دورو جولد يعني عمل طفرة كبيرة جدا كريم ماسي دورو جولد أصبح دلوقتي هدف كل السيدات كل الستات عاوزة تجربوه يعني اللي ما جربوش نفسها تجربوه واللي جربته مبسوطة وسعيدة بيه جدا لأنه أولا وفر علينا كتير يعني وفر علينا أن إحنا نعمل حاجات كتير ونعمل مجهود ونحط حاجات كتير ويمكن نروح لدكاترة كمان لدكاترة التجميل لأنه بيعالج معظم خلينا نقول معظم مشاكل البشرة المختلفة وبيدي للوحدة الرونق واللوك اللي هي عايزها لذلك هو أثبت نجاح كبير جدا جدا في الفترة الأخيرة وبقى حديث النساء في كل التجمعات النسائية والرجال كمان وده اللي هنتكلم عنه النهاردة مع الضيوف الأعزاء اللي منورني في حلقة النهاردة دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبيل لشركات ماسي فارم يا أهلا يا دكتورة دينا زكا يومنا الحمد لله ودكتورة حناني الحسيني المدير التطويري لشركات ماسي فارم يا أهلا يا دكتورة حناني يومنا الزكا يمكن يا دكتورة دينا الستات بعد الجواز يعني بتتغير شوية تحسني بيبان عليها السن بيبان عليها التعب المجهود بتنسى نفسها بقى معرفش بتهمل في نفسها وبعد كده تيكي تشتكي تقولك إيه ده الراجل معرفش بيبص فين ولا بيعمل إيه ولا بيقول لي كلام إيه يعني هي بتبقى سبب في ده صح صح ولا غلط كتير قوي بشوف سيداتي يومنا بعد الجواز شكلهم بيبقى أكبر حتى من سنهم بيبقى عندهم فعلا مشاكل وعندها بقى مسؤولات كبيرة جدا بتبقى قبل الجواز مهتمية بشكلها قوي بعد الجواز دولك خلاص أنا تجوزت إيه أنا تجوزت خلاص يعني إيه أنا تجوزت على فكرة على فكرة أنت تجوزت يعني أنت بدأت حياة حلوة جدا حياة جميلة جدا مع شريك حياتك اللي أنت اخترتيه فلازم تبقى حلوة لنفسك وليه صح صح ولا غلط صح لأن هي كتير بتقولك خلاص بقى أنا تجوزت وعملت اللي أنا عايزة وخلفت بتبقى كل أولوياتها لزوجها وولادها ما عنديش مشاكل ده فعلا بتبقى أولويات مهمة قوي بس في أولويات كمان مهمة اللي هو شكلك وجسمك ما تسبيش نفسك للتخن بعد الجواز ما بتسبيش نفسك لوش مش حلو أو شعر مش حلو فلازم تبضلي آيكونة في الجمال قدام زوجك وقدام المجتمع وقدام نفسك قبل أي حاجة ماسي بقى حقق للستات كتير قوي يا دكتورة دينا الحاجة اللي هم المعادلة اللي هم كانوا مفتقدينها طبعا إن هي عاوزة حاجة تحليها وتجملها من غير ما تحط 500 حاجة على وشها أو تنزل تروح مكان مثلا أو مركز للتجميل عمل تفرق كبيرة جدا صح وسهل لستات كتير قوي يا يومنا يعني قبل ما ماسي درجول دي ينزل الماركت عطول بقول فعلا ماسي درجول دي عمل تفرق في عالم التجميل ماسي درجول دي السهل الممتنع إزاي تقداري حلوة وما تخفيش من علامات التقدم في السن فقط مع كريم الأمثل لكل علاج كل علامات التقدم في السن اللي هو ماسي درجول د لأنه فعلا مع ماسي درجول د أنت مش هتخافي من الزمن الزمن بيبانع الوش وبيبانع الرقبة وبيبانع البشرة مع ماسي درجول د هتعجزي بزكاء إزاي ماسي درجول د عمل تفرق كبيرة قوي دي إنه هو الوحيد اللي قدر عالج معظم مشاكل البشرة أولهم التجعيد ناس كتير وسيدات كتير بتعاني من التجعيد ماسي درجول د الحل الأمثل علاج التجعيد البقع الهالات السودة اللي مش بس الستات الكبيرة اللي بتعاني منها بنات من سن 18 سنة بتلاقي تحت تعانيها غامق جدا فطبعا وكمان بيديكي نظارة وحيوية للبشرة مع ماسي درجول د لو استخدمتيه كل يوم مش هتحتاجي بعد فترة تحطي ميك أب إطلاقا هتلاقي وش كله نظارة حيوية مفيش هالات سودة طبعا ماسي درجول د بيعمل ترطيب في البشرة فهو بيشتغل يعني من استخدمه من سن 18 سنة عشان منع الجس ما يبانش علينا علامات التقدم في السن طبعا ماسي درجول د غني بالكولاجين وغني بالفلر الفلر بيعمل ترصيب عالي وبيعالج التجايد وكمان غني بمادة مهمة جدا اللي هي السيرامايد السيرامايد من أهم مكونات ماسي درجول طبعا جزيئات الذهب أنا ما قلتاش لأن خلاص ماسي درجول د تعرف جزيئات الذهب والدهب قدائي مهم للبشرة السيرامايد لا يقل أهمية أنت عندك دكتور أوز بتفرج عليه على طول في التلفزيون وبقرأ عن أبحاث لأنه هو من الدكاتة التجميل المهمين جدا في العالم عمل أبحاث عن السيرامايد السيرامايد من أقوى العناصر اللي تقدر تصغر في سن بشرتك شكليا عشر سن يعني يقول لي يعني إيه يا دكتورة دينا لما استخدم ماسي درجول شكلها هيبقى أصغر آه يعني أنتو الشعار بتاعكو أن أنت لما تستخدمي ماسي شكلك هيصغر في السن عشر سنين فهي الفكرة أكيد مدروسة يعني الموضوع مدروس طبعا يعني إيه أصغر عشر سنين يعني لو أنا دلوقتي بتصور صورة ومن عشر سنين شفت الصورة التانية ما باستخدمش ماسي هتلاقي في الصورة بتقعدي تعملي فلترينج للهالات السوداء كل البنات دلوقتي بقت تعمل موضوع الفلتر ده وتقعد تعمل مش عارفة يعني أنا نفسي كده على البحر على البحر يبقى مغير حاجة ويتصوروا من غير فلتر ولا أي حاجة خالص فعلا هو هي دي البشرة هو هي دي البشرة وعلى فكرة الفلتر بيبين الوش سايح أصلا ما بتبقاش الصورة فيها روح الحلوة أن تبقى الصورة فيها روح وطبعا أهم من الصورة الحقيقة طب أنت هتقعد تعملي فلتر للرينكلز والهالات السوداء والحاجات دي كلها طب والحقيقة بقى طب والحقيقة صحيح والحقيقة بقى بتنزلي بتروحي شغلك بتنزلي بتقابلي المجتمع بتشوفي صحابك قدام زوجك لازم يبقى عندك ثقة بنفسك الثقة بالنفس والكارزمة العالية جدا فقط بالكريم ماسيدرو جولد العمل طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل طيب إذن ماسيدرو جولد معنى أن أنت لما تستخدميها هتصغري في شكلك عشر سنين أنه هيعالج لك معظم مشاكل بشرتك ومشاكل دي هي اللي بتخلي شكلنا أكبر أكيد يعني يعني شوية هالات سودة أكيد هيخلوا شكلنا أكبر بكتير طبعا شوية خطوط هيخلوا شكلنا أكبر بكتير مظبوط كده تمام صح طيب الدهب الدهب من يعني المكون الأساسي يمكن في ماسي ويمكن أنا الفترة اللي فاتت شفت كمية حاجات مأكلات ومشروبات وحاجات غالية جدا جدا بجد مثلا حتة دهب قد كده أو يعني عارفة هما بقوا يدخلوا فعلا الدهب في الحاجات الهلثي وهما بيقدموها على أن الحاجات دي حاجات صحية على فكرة يعني أي حاجة فيها بتتكل أو بتتشرب بيقدموها على أن هي حاجات صحية مظبوط طالما فيها دهب تخيالي بقى ماسي أنت تقوليلي بقى أخبار الدهب اللي فيه مظبوط فعلا ماسي درجول دي يومنا بيحتوي على جزيئات الدهب اللي هي يعني مش دهب عادي من اللي أنت بتقولي عليه ده ده جزيئات يعني لو هي تيجي على الشاشة أو جزيئات كبيرة عيار 23 ده اللي بيخلي ماسي درجول دي قيمة كبيرة جدا جدا في علاج التجعيد وعلاج جميع عيوب البشر كمان حايزة أدي كومنتي يومنا على الحتة اللي أنت قلتيها أنه العيوب من الخطوط والكلام من ده لا ده كمان ماسي درجول د بيعالج عيوب فعلا أو مشاكل زي الكلف ماسي درجول دي بيقدر يعالج النمش كمان بيقدر يعالج شحوب الوجه أو أن البشرة يبقى شكلها ما فيها شعيب بس يبقى شكلها شاحب فعشان كده ماسي درجول دي بيقدر يعالج يعني إحنا بنسميه أنه هو كورس علاجي متكامل للبشرة علاجي تجميلي وقائي خلينا نتكلم على كلمة علاجي إن إحنا قلنا زي ما بنقول بيعالج دايما الكلف النمش الهالات السودة بيعالج شحوب الوجه وتجميلي إنه هو بيعالج التجعيد أو علامات التقدم في السن وده اللي بيخلي إن إحنا نقول أن ماسي درجول دي بتخلي شكل البشرة أصغر شكلياً عشر سنين ووقائي يا دكتورة حنان ووقائي بيحمي جداً إنه ما بيكونش تجعيد جديدة ووقاية من التجعيد ومن الخطوط الرفيعة ووقاية طبعاً إن أنا بحافظ على بشرتي إن يجي لها أي هالات سودة يجي لها أي مثلاً غمقان تصبغات جلدية الحاجات دي كلها بيديني وقاية النماسي درجول دي بيدي وقاية للبشر فدايماً بنقول التلات كلمات علاجي تجميلي وقائي يعني معنى كده إنه أنا لازم أستخدم من بدري عشان فيه بنات كتير صغيرة بتبعتلي في السن عشرينات وخمسة وعشرين بالزبط عاوزيني يستخدموه ويقولولك بس إحنا رأس صغيرين على الكلام ده ده بالعكس إحنا كل ما بنستخدمه في بدري يا يومنا بنحل المشكلة بتبقى بأسرع فبالتالي الشكل الوجه بيبقى أحسن يعني من سنة 18 سنة هتقوليه ده سنة صغير هقولك لأ الفترة اللي قبل 18 سنة دي فترة المراقب بيبقى فيها حبوب شباب فبتسيب أثار الأثار دي بتسيب لون اللي هي البقع فدي بيقدر ماسي درجول دين يعالج أثار حب الشباب اللي سايبه لون كمان بيقدر يعالج الكلف بيقدر يعالج النمش ودايما بننبه إن أي مشكلة يا جماعة حلها في الأول أسهل بكتير جدا من لما استنى سنين وابتدي حلها فنلحق دايما يعالج أثار الحبوب بس مش الحبوب النشيطة هو بيعالج أثار حب الشباب وغالبا أثار حب الشباب دي عند يمكن 70% من الشعب المصري بيسيب لون وبيفضل لفترة طويلة في الوجه بقى ما بيتشالش يعني جربي بقى كريمات جربي فبيقدر ماسي درجول إنه يعالج أثار حب الشباب اللي سايب لون دي بتبوص تماما شكل البشرة بيقدر يعالج الهالات السوداء يومنا بيعمل تأثير جميل جدا جدا مع الهالات السوداء عايز أقولك إن إحنا تقريبا 80% من السيدات والرجال بيبقى عندهم هالات سوداء فماسي درجول الكورس العلاجي متكامل لمدة 6 شهور بيقدر يعالج تماما الهالات السوداء عايزين نقول بس حاجة مبسطة كده إزاي بيعالج الهالات السوداء الهالات السوداء والتصبغات الجلدية والبقع الدكنة التلاتة دول غمئين بيختلف بقى نوع الغمئين سواء كان تحت العين أو مثلا حوالين الفم أو مثلا ساعات هنا بيبقى فيه الغمئين مثلا معلامة الصلاة ساعات بتطلع عند الناس أه بتطلع للسيدات على فكرة بتطلع للسيدات شكلها موزعج جدا الكلف النمش الحاجات دي كلها بيبقى فيها غمئين أقولك العلاج بتاع الغمئين أو الميكانيزم اللي حاصل الغمئين هل هو فيه مادة معينة أصلا بتشتغل على الغمئين آه طبعا الدهب بيبيض جدا جدا يومنا عندك الكافيار بيبيض جدا الهالورونيك أسد بيدي نضارة وحيوية للبشرة فيه مادة اسمها الديماثيكون كل فيه مسيد رجول فيه 56 مكون منهم أكتر من 10 مكونات بيقدروا أنه هما يبيضوا لون البشرة بيعالجوا التصبغات الجلدية والغمئين اللي ناتج عن إيه ناتج عن إن فيه سبغة عندنا في الجلد اسمها الميلانين الميلانين لما بتزيد عن مستوى الطبيعي بيحصل الغمئين فميسيد رجول بفضل العشر مكونات اللي من ضمن 56 مكون موجودين بيقلل صبغة الميلانين بيرجع على المستوى الطبيعي وده السر إن فيه ناس كتير يسألوا يقولك مثلا أنا مستخدم ميسيد رجول وعالجني وخلاص بعد 6 شهور هل الغمئين ده هيرجع مرة تانية؟ لا إنت الميلانين عندك أو سبغة الميلان نزبطي تاني لحد مستوى الطبيعي فعمره ما هيطلع تاني أو يرتفع ويا من تصبغات الجلدية طيب نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكليا عشر سنوات ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونك أساد والسيرامايد المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة قدرتها على إعادة شباب البشرة ماسي دورو جولد مناسب للرقال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطال الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات دورو جولد ستظهر مرحباً وضعاً وضعاً ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة زينة هل بقى فيه أوقات مناسبة أو فيه تكنيك للاستخدام بما أنه ماسي منتج فخد وغالي ويمكن يعني هي دي الحاجة الوحيدة للناس بتاخدها عليكم إنه هو غالي شوية فهل فيه تكنيك للاستخدام أو طريقة أو وأنت عارف إحنا قبل كده كنا بنوعد نجيب صح خمسمائة حاجة ونحط إيه قبل إيه وإيه مع إيه عشان يعني الموضوع يبقى دلوقتي مفيش الكلام ده بقى هو حاجة واحدة بس بتحل المحل دك وعايزة أقول التكنيك بس عايزة أقول قبل التكنيك الخمسمائة حاجة دول لو لو الكوست بتاعهم على فكرة دبل وتريبل من كريم ماسي هما بيقول لك كريم ماسي غالي عشان عيلبة واحدة العيلبة دي فيها ستة وخمسين مكون أكد أنك اشتريتي خلصة العيلبة دي فيها الحاجات اللي كنت بتحطوك لها كلها في عيلة وأكتر وأكتر مش بس اللي احنا بنحطه للسيريم وتحت العين والدي كريم والنيت كريم فيها كل المكونات دي وأكتر في عبوة واحدة فأنا مع الناس إنه غالي أنا ما قلتش إنه مش غالي بس ماسي درجولد كله دهب يا يومنا كله كافيار الكافيار لو أنت قاعدة في مطعم بتتحاسب بالجرام بالمعلقة باللحسة صح صح كده هو فتخيالي إن ماسي درجولد العبوة دي كلها فيها كافيار كل ملي يعني يقولك طب الدهب مش هيتركم تحت لأن الدهب البورتيكلز أتقل ماسي درجولد لي صري تركيبة مش موجودة في أي كريم تاني في العالم إنه هو ساسبنشن إن كل ملي في فيلر طبعا إحنا دلوقتي لو تكلمنا أنت عارفة الفيلر غلي جدا المنتجات المستوردة غيلية والفيلر ملي واحد بقى سعرها الدبل أنت عندك 120 ملي كلها فيلر كلها كولوجين سيرامايد جزيئات ذهب كافيار فعشان كده طبعا ماسي درجولد غلي بس لو جينا فكرنا يعني بعقلنا لو تحسبت كده هتلاقيها سعرها أقل من جميع المنتجات التانية اللي كنا نستخدمها يوميا مسي درجولد السهل ممتنع نستخدمه صباحا ومساءا بنضغط أربع ضغطات على حسب كل واحد مساحة وشه والرقبة جالي التانية أربع ضغطات على كف إدينا ومهمة قوي التوزيع يعني نحن نبتدي ننقط في الوش كله مهمة قوي والرقبة ما ننساهاش هي على الشاشة معين وتحت العين هو مناسب جدا تحت العين عند العظمة والقورة أهم حاجة نحن نعمل مساج من تحت الفوق الخدود من تحت الفوق الرقبة من تحت الفوق أول ممسي درجولد بيل مثل وش بتحسي بشوية سخنية طبعا كل ناس كتيرة قوي 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 بتستخدمه وعارف اللي أنا بقوله أنا بدلوقتي بخاطب الناس اللي لسه هتشتري وعايزة تعرف ايه تأثيره من أول دهنا بتشوفي نظارة تحفة بتشوفي لمعين ونظارة من أول دهنا عشان كده حتى العلبة مكتوب الفيرست أبلاي هل أنا بشوف نتيجة آه بتشوفي نتيجة من أول دهنا بس ما بتكلمش في تجعيد ما بتكلمش في هلات سودا دي هنلاقي تحسن ملحوظة أول شهر لكن النتيجة الاندى سبوت أولا بتحطي مسيد رجالت وتشوفي نظارة حلوة جدا نستخدمه صباحا ومساء نظارة يعني يا جماعة نور كده في الوش تحس الوشكو محلو وحلو كده وفي صحة وفي صحة في صحة وفي كارزمة يعني الوش ممكن يبقى زي البنت زي الأمر مطفية بيبقاش عندها تكارزمة لكن النظارة بتلاقي الوش كده صحي وعامل زي وش البيبيهات يعني ممكن نستخدمه صباحا ومساء عندي عمل كتير بيستخدمه مساء بس أنا باستخدمه مساء بس وناس كتير برضو بتحب تستخدمه مساء بس لكن لو هنستخدمه مرة واحدة أكيد بفضل بالليل أكتر من الصبح لأن سرعة استجابة البشرة بالليل بتبقى أعلى كمان من الصبح يعني أنا يمكن في لي زميلات كتير عزيزات ألميات يعني أنا حب أعرف رأيهم يعني أنا دايما بما أنه أنا بتكلم عن ماسي دايما فحب أعرف رأي الناس وبسألي يعني بصراحة أنا شخصيا حلو معي جدا فبسأل بقى زميلاتي مؤخرا أخدته زميلة عزيزة أنا مش هيزا قلتك هي منبهرة طبعا وحيات ربنا منبهرة بتقول أنا منبهرة كده بتقول لي إيه ده وبعدين يعني يعني إحنا معظم السيدات معظمنا يعني وخاصة اللي بيشتغلوا في المجال الإعلامي بيبقوا إيه نمكيين شوية يعني مفيش أي حاجة بتعجبهم آآ آآ مفيش أي حاجة بتعجبهم بسهولة فلا هو فعلا ماسي حلو يعني من المنتجات الحلوة فعلا اللي الواحد جربها في حياته والحلو اللي فيه كمان يومنا فعلا فيه أعلاميات كتير بيستخدموه مش مقتصر فقط على الأعلاميات آآ ما هو أنتم بيتقل أنتم بتوع طبقة بقى معينة وعايز أقولك فيه أعلاميات كتير بيستخدموه أعرفهم شخصيا بيقول لي يا دينا احنا ما بقناش نحط طبقات الميكب عشان الإضاءة بيحطوا طبقة خفيفة قوي لكن هو مش مقتصر فعلا على الأعلاميات أو فنانين ده هو موجود في كل حتة يعني ده كتير بيستخدموه صحابي وزمالي وسيدلانيات وكمان سيدات مش عاملات يعني آآ هو مهم جدا للسيدات العاملات أنهما ممكن بقاش عندهم وقت أنهما كل أربع شهور ينزلوا ويروحوا مراكز تجميل لا سيدات كمان مش عاملات تستخدموه وعطوا بقول مهم قوي أن سيد الأعداف بتربط منزل تهتم بنفسها يعني مش معنا كنتي ما بتخرجيش كتير ما بتنزليش لشغلك يبقى أنا سيب نفسي لأ عندي عملة من جميع الأنحاء وكمان ببسط قوي يومنا أنه آآ منتكلم على ماسي وعلى قدرته في تجميل البشرة لكن بتبسعدتي أكتر لما بشوف العملة بيكلموني يقولوا لي إيه ده يعني إيه الكريم إزاي حصل كريم قدرته تعالجوا فيه كل المشاكل دي ومش بص في مصر بيجي لي تليفونات من كل أنحاء العالم على صفحات الفيسبوك أنا أدمن على صفحات كتير بشوف انتشار رهيب عندي أمريكا كتير عندي فرنسا أوروبا دول الخليج معظمها فطبعا ماسي ده رجول ده عمل طفرة كبيرة جدا في عالم التجميل والوحيد القادر اللي قدر يعالج كل علامات التقادم في السن دكتور حنان هو يمكن فيه ناس كتير من اللي بيسمعونا ده الوقت يقولوا يا جماعة أنتو يعني 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 إيه كريم زي ايه كريم إيه اللي هيخليه مختلف يعني يعني إيه المختلف فيه إيه اللي اعتمدتو حتى في يعني الكيميائيين اللي صنعوه اعتمدوا على إيه هما بيصنعوه اركزوا في إيه إنتو كان لكم مشاركات فكرتوا في إيه يعني يعني عشان توصلوا الناس لأنه هما يبقوا مبسوطين من النتيجة بالشكل ده تمام هو كريم ماسي ده رجول دي يومنا الوحيد اللي بيحتوي على 56 مكون من أغنى المكونات من أكتر المكونات إفادة للبشرة كلمنا على جزيئات الدهب الجميل كمان في ماسي ده رجول ده ممكن حد يقول لك لاب ممكن جزيئات الدهب ده بيقوله أي كلام أو كده لأ ده إحنا لما بنفتح ماسي در جولد بالزبط أول ما نفتح ماسي در جولد بنلاقي سرتيفكة جرانسي أو شهادة ضمام من المصنع في إيطاليا إن ماسي در جولد متصنع من جزيئات اللي ده بعيار 23 ماسي در جولد فروم A to Z من الألف لليه متصنع في إيطاليا المواد بتاعته كلها الخامات كلها إيطالية الكيميائيين اللي صنعوا ماسي در جولد أو الساينتست هم إيطاليين المصنع نفسه كان في إيطاليا ففعلا إحنا فخورين جدا إن منتج عايز أقول لك موجود في مصر بالجودة دي بإنه يحتوي على 56 مكون وطبعا العلبة أهل مكتوب عليها طبعا المكونات آه بالضبط يعني خلينا لو نقدر نشوفها طبعا هي مش هدبين قوي هي مكتوبة المص صفحة دي شواء كتير دول دول 56 مكون أنا عايز أقول لك يا يومنا فيهم مكونات كلها يعني الواحد بس المكون الواحد بس قد إيه بيبقى مفيد للبشر وزيقات الدهب لوحدها بتدي نظارة وحيوية وبنسميها اكسير الشباب الدائم الكافيار كل يوم بنحط دهب على وشين كل يوم شنو كل يوم بنحط دهب آه بالضبط والجميل كمان في ماسي إنه الضغطة هو معمول بتقنية اللي هي البمب اللي هي زي ما أنت شايفة كده الضغط مش بنفتح كل ضغطة لا مش بنفتح دي ما بتهضر ليش الكمية دي نمرة واحد بلس إن كل ضغطة من ماسي درو جولد هيبقى فيها لستة وخمسين مكون مش محتاجين نروب مش محتاجين أي نروب بس هو لو الكاميرا حتى جت فيه بتخلصت الإزازة أساساً يا دكتور نحن نحن نجرب فعايز أقولك إنه بيقى فيه عروق دهب العروق دي بتضمن إن أنا عندي الدهب موجود في نص الإزازة وفي أول الإزازة مش نازل تحت بتوزع بتوزع بالضبط فكل ضغطة من ماسي درو جولد فيها لستة وخمسين مكون اللي بنتكلم عليهم كمان بنقول إن ماسي درو جولد معمول بتقنية اسمها النانو تكنولوجي ودي تقنية مهمة جداً جداً الساينتس أو العلماء أما جوم يصنعوا ماسي عشان يضمنوا أعلى استجابة للجلد لماسي درو جولد وإنه يستفيد بقى بالستة وخمسين مكون بتوع ماسي درو جولد من لما أدهنوا على بشرتي عملوا بتقنية النانو تكنولوجي التقنية دي معناها إيه؟ معناها إن أنا لستة وخمسين مكون بتوعي مطحونين تماماً يعني إيه؟ يعني هقولك على حاجة لما الحاجة تبقى مطحونة قوي بيبقى استجابة للجلد بالزبط بتبقى عالية جداً وده فعلاً لما سألت صحابي أنا عارفة يعني أنا شخصياً عارفة وبستخدمها أنا بقولك أنا بحب أسأل لما سألتهم قالوا لي بيتشرب بسرعة جداً بالزبط جداً وإما بنقوم الملاحظة إنه لما بنقوم الصبح بنغسل وشنا إحنا لسه وشنا حلو مترطب مترطب مش نشف لأنه صحابيتي دي بشرتها جفة جداً فقالت لي أنا حطيته بشرته شربته حسيت إنه اتغزت بيه كله بالزبط قمت من النوم وصلت وشي الصبح عادي لسه بشرته حلوة نعمة صح ده اللي بنقول عليه نوع من أول استخدام بيدي نظارة وحيوية أول ما بنستخدمه من أول مرة يومنا بيديني نظارة وحيوية الوش بينور بلس إنه تقنية النانو تكنولوجي بتمفع لجميع أنواع وألوان البشرة يعني فيه ناس تقولك أنا خايفة مثلاً أنا بشرتي دهنية البشرة الدهنية ممكن يسيب الأثر الدهني ده اللي بيبقى شكله مش حلو خاصة الوشي بيبقى مزايت لا ما يسي دورو جولد بيقدر الجلد يمتصه كويس جداً ما بيسيبش أي أثر دهني على البشرة بلس إنه بيدي لجميع أنواع البشرة النظارة والحيوية الإشراقة بتاعت الوجه اللي بنلاحظها من أول استخدام يعني أنا لو بشرة حساسة زي ما معظم الناس بتقول إن بشرتها حساسة ممكن تكون بشرتها بتتأثر مثلاً بالشمس ممكن تكون بشرتها بتتأثر ممكن فيه واحدة تقف بتعمل أكل بشرتها تتأثر صح كل دول بيسأله طب هو كريم واحد هينفع معانا كلنا؟ طبعاً طبعاً لأن ما سي دورو جولد زي ما بنقول هو مش زي أي كريم عادي يوم هو بيحتوي على 56 مكون من أغنى المكونات المختبر يعني كل إحنا فضلنا خمس سنين قبل ما نصنع ما سي دورو جولد فال56 مكون تم اختبارهم على جميع أنواع وألوان البشرة آه يعني انت عملت اختبارات بالضبط يعني ودي أهم حاجة أن انت عندك 56 مكون كل مكونة عمل اختبار على جميع أنواع وألوان البشرة فلاقينا أنه فعلاً بيدي نتيجة هيلة جداً جداً وبيدي نظرة وحيوية بيعالج التجعيد وده السر اللي احنا بنقول بعد استكمال كورس ما سي دورو جولد ما بنحطش ميكب بنبقى يعني خلاص انت بشرتك احنا الميكب أصلاً بنحطه ليه؟ عشان يداري عيوب البشرة ويداري العيوب لو عندك غمقان هنا مش عارف هالات سودا حبوب أصار حبوب بقعدكنا كل المشاكل دي بنكلف نمش فبعد استخدام ما سي دورو جولد أنا بلاقي بشرتي بقت مكتملة بالضبط بنسبة 100% فأنا مش محتاجة أن أستخدم ميكب غير لو ميكب خفيف روج ماسكرة الكلام ده كل فده طبعاً عايزة أقولك بيدي نتيجة هيلة جداً جداً مع جميع أنواع وألوان البشرة وفي ناس تسألنا كمان البشرة الخمرية طب البشرة البيضاء طب البشرة الصمراء الحاجة دي كلها فاحنا بنقول زي ما قلنا في الأول أن ما سي دورو جولد هو كورس علاجي متكامل للبشرة فبنقول علاجي دي أكنه علاج للبشرة فما بيفرقش بين أنواع اللوان البشرة بالضبط يعني لون البشرة ده مهم جداً لأن فعلاً في ناس كتير خاصةً الموضل الموجودة بشريتها فالحبس نحن جبنا كمان موضل صمراء بيضاء وصمراء بس يعني يقولك إيه طب الصمراء هتفتح الصمراء هتفتح بصي هي غمقة نزيجة لأشعة الشمس مثلاً أو عندها غمقان بقع غمق لكنها مش هتفتحها مش واحدة صمراء خالص تفتحها تبقى بيضاء لا هتفتح اللون اللي تولدت بيه اللي هو اللون الأصلي بتاع بفضل بقى العوامل التعرية اللي عندنا التلوث الشمس بفضل عوامل كتير قوي الحاجات دي كلها بيحصل الغمقان فبيقدر ماسي دورو جولد أنه يصلح تماماً أي غمقان موجود ويرجع لون البشرة الأصلي اللي احنا مولودين به طيب يمكن يا دكتورة دينا في ناس كتير قوي أو شريحة كبيرة يعني إحنا تكلمنا عن الميكب بس عاوزين نتكلم على الناس بقى اللي هي ايه اللي عدت مرحلة الميكب يعني فيه ناس بتحط ميكب وفيه ناس عدت المرحلة دي شوية إنها بتروح تعمل بوتوكس وفيلر ومعرفش إيفو الشها وحاجات كتير قوي يعني الناس دي برضو بتبقى بيكي قوي فبيسألوا ده بيتعارض مع اللي احنا بنعمله ولا هو هيغنين عن اللي احنا بنعمله ولا إيه نزمه بالزر ماسي دروجولد لايتعارض إطلاقا مع حقن الفيلر والبوتوكس وحتى الخيوط طبعا فيه المشكلة إنه ممكن سيدا يبقى عندها تجعيد ويثابت المشكلة دي فترة وسنين التجعيد بتبقى عميقة جدا فعلى طول بقول مع التجعيد العميقة بنحتاج حقن فيلر وبوتوكس لكن لازم وعلى طول بنصح إن احنا نستخدم ماسي دروجولد مع حقن الفيلر والبوتوكس طيب أنا يبطي حقن فيلر وبوتوكس ماسيد روجولد غني بمكونات مش موجودة في حقن الفيلر والبوتوكس لا الدهام موجود في الحقن والدهام مهم جدا البشرة لا الكافيار موجود في الحقن ولا السيرامايد موجود في الحقن فيه مكونات كتيرة جدا البشرة محتاجاها زي ما هي محتاجة الفيلر والبوتوكس فأنا على طول بنصح باستخدام الفيلر والبوتوكس مع حقن باستخدام ماسيد روجولد مع حقن الفيلر والبوتوكس لأنه بعزز موضة الحقن وبيطول مفعول الحقن وهو فعلا مكمل للفيلر والبوتوكس هل مأسي دورو جولد يغنين عن حقن الفيلر والبوتوكس بيغني في حالات أن التجعيد السطحية بيغني تماما وبيعالج التجعيد السطحية تماما عشان كده بقول يا جماعة ما نستناش التجعيد تطلع لأن طبعا أنت وانسنك حقنة فيلر والبوتوكس لازم بتستمري عليه على طول كل ست شهور وممكن لو سيدة مثلا مدخنة أو شيشة أو كده الكولوجين والفيلر بيتكسر مع التدخين فممكن تلاقي نفسك بعد شهر التلت بتلاقي أن كنت محتاجة تاني فعلا طول بقول مأسي دورو جولد بيغني عن الفيلر والبوتوكس في حالات التجعيد السطحية مع التجعيد العميقة بيحسن جدا المفعول الفيلر والبوتوكس ولو أنا عندي تجعيد عميقة فيك ناس كتير مش عايزة تحقق الفيلر والبوتوكس وعندها تجعيد عميقة بيحسن الشكل بنسبة كبيرة جدا فلا يتعرض إطلاقا مع الفيلر والبوتوكس ولا يتعرض حتى مع الخيوط بالعكس نستخدم مأسي دورو جولد مع كل هذه التقنيات التجميلية طيب هو في ناس كتير هتقولك دلوقتي إيه طب ما هو الفيلر والبوتوكس بتعمل كل أربع خمس شهور مثلا طب أنا مأسي هستخدمه مثلا أربع خمس شهور برضو ده الكورس بتاعه طب البوتوكس والفيلر نتجتهم بتخلص أه طبعا وبترجع الوش تاني صحيح هل مأسي نتجت برضو بتخلص نفس الفكرة وبيرجع الوش تاني؟ هو مأسي دورو جولد بيكفي مش بقى أربع شهور ده على الأقل يومنا ستة شهور أقل حاج إيه الفرق بين الفيلر والبوتوكس ومأسي أنك أنت مع حقن الفيلر والبوتوكس بتلاقي نتيجة التجعيد في ساعاتها في ساعاتها بتلاقي طبعا اختفت لكن أنت بتحقني الملي بتاع الفيلر تحت الجلد بكمية كبيرة جدا أنت كل يوم التركيز بقيل الكونسنتريشن بقيل فبعد شهر شهرين تلاتة لأ بتبصي في المراية بتلاقي نفس خلص مثلا بالزبط فأنتي كمان حتى ما بتقدريش تستحملي شكل التجعيدة بعد ما حقنتي يعني ممكن تبقى مثلا بعد شهرين لا هي مش محفورة قوي بس أريد أنت خلاص تعودتي على الشكل المفروض لكن ماسي دورو جولد أنت كل يوم بتستخدمي ماسي فأنت كل يوم بتزودي التركيز بتاع الفيلر عشان كده هو ده الفرق طبعا عشان كده ماسي ما بديكي تراكمي يعني بتشوفي تحسن ملحوظ بعد من أول شهر الشهر الثاني بتشوفي تحسن أكتر الشهر الثالث بتشوفي تحسن أكتر فأنت كل يوم بتغذي أنت بتعملي أساس بالزبط عارفة أنت بتعملي أساس بتحسن الكواليتي بتاع جلدك بتعالجيه مش بتجمليه بس يعني هو مؤقت بس طبعا البوتوكس والفيلر دي حاجة ناس كتير جدا بتعملها وأنا مش ضده خالص وحاجة عادية قوي وسريعة وبتجيب نتيجة سريعة بس أنا بتكلم بقى أن أنت حتى لو هتعمليه أسسي بقى وشك يعني خلي جلدك يبقى مبني صح يعني عارفة لأنه زي ما سمعته دكتورة دينا بتقول هو الموضوع بيزيد يعني بيعلى مع ماسي بيتحسن مع البوتوكس والفيلر انت بتبقي واو قوي وبعدين الموضوع بيبدأ يقل فبتعملي تاني لا العكس بقى هنا انت بتبدأي يوم بعد يوم بتشوفي نتيجة الأحسن بتشوفي نتيجة والحلوة في ماسي كتير فعلا بتغذي بشتك بوجبة بروتينية دسمة جدا اتكلمنا قد إيه الدهب على فكرة الدهب مش دلوقتي بس معروف للبشرة الدهب من أيام الفرعنا انت عارف حضارة بتاعتنا كان الفرعنا أسكية جدا اللي بنوا الأهرامات والناس عباقرة هي كلها أسرار على فكرة فالملكة كليوباترا فعلا كان بتستخدم الدهب كل يوم قبل ما تنام والعلماء اكتشفوا الكلام ده عشان كده عارفة تحافظ على شبابها الدائم عندك الكافيار كله معادن كله فيتامينز أحماض أمينية أنتي أكسيدنت مضادات أكسادة مهمة قوي أقول أن ماسيد روغولد غني بمضادات الأكسادة ليه المضادات الأكسادة مهمة أنت عارفة بعد فترة الوش بيحصل له أكسادة وبيطلع حاجة اسمها free radicals أو الخلايا الحرة الخلايا الحرة دي بتغمع وبتعجز وبتبهت البشرة فطبعا مضادات الأكسادة دي بتلتهم الخلايا الحرة فما بتخليها تنتشر ماسيد روغولد فعلا لا يتعرض إطلاقا محاقن الفيلور بوتوكس لكن هو بتشوفي كل شهر نتيجة أحسب من شهر القابل طيب نروح لتقرير؟ يلا بينا ماسيد روغولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسيد روغولد أهمهم الدهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيرامايد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة ماسيد روغولد مناسب للرجال والنساء ماسيد روغولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسيد روغولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسيد روغولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسيد روغولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتق إيطالي الصنع ماسيد روغولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه يساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنًا بعشر سنوات ماسيد روغولد ماسيد روغولد ماسيد روغولد منتقات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم غاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دوروغولد أحد منتجات ماسي جروب دكتورة حناني يمكن إحنا شوفنا في التقرير أنه إنتوا ليكوا فروع كتير تمام يمكن إنتوا بدأتوا في البداية بفرعة واحدة وبعدين توسعتوا لما الموضوع تمام ما شاء الله يعني فتقول إن الفروع بتاعتكم بقى بالزبط فين وهل الناس دي كلها بتقدر تتواصل معاكم زي بعض يعني هل حد ممكن لأي صعوبة في التواصل معاكم من أي حد بيشوفنا في أي بلد ما يعني تمام هو بالنسبة للفروع يومنا إحنا ماسي دوروغولد متصنع في إيطاليا زي ما قلنا في الأول من الألف لليأ في إيطاليا فإحنا الفرع الرئيسي بتاعنا ماسي فارم إيطالي عندنا كمان فرعين في دبي ماسي فارم غلف وماسي فارم كوزماتيكس لمستحضرات التجميل وعندنا ماسي فارم إيجيبت اللي هو مقره طبعا في محافظة القاهرة وقريبا جدا ماسي فارم في USA فهتبقى تحت الإنشاء في ولاية فلادلفيا بالنسبة للناس أو العملاء أي حد يومنا بيقدر يشتري ماسي دوروغولد عندنا أرقام مخصصة للطلب في داخل جمهورية مصر العربية في داخل دبي في دولة الإمارات الشقيقة وكمان عندنا في جميع أنحاء العالم ده غير طبعا صفحاتنا على السوشيال ميديا دي الأرقام اللي بتنسل على الشاشة الأرقام بتنسل على الشاشة طبعا لينا انت عارفة مش كل الناس دلوقتي بيتفرجوا قوي على التليفجن ففي لينا في السوشيال ميديا صفحات السوشيال ميديا في عندنا كذا صفحة باسم ماسي دوروغولد ممكن أي حد يطلب من عليها الجميل عندنا أن شركة ماسي فارمي يومنا بتوصل لجميع أنحاء العالم وبتوصل في جوه مصر في أي حتة فأي حد متفرج علينا فأي نجح فأي كفر نجح جوه مركز جوه كفر جوه مش عارف أي مكان أي حد يعني بنقولهم ما يلقوش خالص أي حد عايز ماسي دوروغولد ما يقولش مثلا ده أنا قاعد في حتة بعيدة مش هيعرفوا يوصلوا لي لا إحنا بنوصل فعلا يومنا لجميع المحافظات لجميع القرى لجميع المراكز عايز أقولك إحنا بنعمل شغل هايل جدا جدا في مثلا محافظات واجه إبلي أسيوت المينيا الشرقية والغربية والمونوفية دايما أقول كده حاجة إن أنا فعلا عرفت محافظات في مصر يعني أنا فعلا مكنتش عارفاها أماكن بايمكن أماكن جوه المحافظات يعني ما شاء الله والناس كلها واضح أنتو بتواجدين في الكول سنتر إحنا متواجدين على طول في الكول سنتر أي حد عايز أي حاجة بيتصلوا بينا أقولك إن فعلا يعني أنت عارفا كنا دايما بنقول مثلا المحافظات عمتا اللي هي أسيوت وسوهاج والمينيا والحاجات دي مكنتش متخيلة إن هم مهتمين جدا بنفسهم وبنظرة بشرتهم وبشهم كده يعني فعلا اهتمام عاجي جدا يا جماعة الستات السعيدة دلوقتي بقى حاجة أمراض حاجة إيه ده يعني بجد والله العظيم أنا يمكن روح كان لي أزيارة للقصر وأسوان يعني من السنة اللي فاتت يعني إيه ده؟ وعارفين أكتر من العاشين في القاهرة مظبوط وامتابعين ومركزين وإيه يعني والله العظيم بيقفين كده يعني وبيسألوا يعني بالظبط الدلواتي على درجة كبيرة جدا من الثقافة يا يمنا لدرجة إن هم فعلا يعني بيجيبوا ماسي دورجولد ويتابوا بقى معنا النهاردة مثلا الأسبوع ده إحنا حاسين بتحسن أكتر من الأسبوع اللي فات لا ده كان فيها لات سودة اختفت لا مشا فتحسي فعلا هما بقوا على درجة كبيرة جدا من الوعي ودي حاجة طبعا إحنا فخورين جدا بيها وفخورين جدا بشركة ماسي فورم إن هي فعلا بتقدر توصل لجميع أنحاء الجمهورية من غير أي صعوبة وده طبعا بيشجعوا ملقنا جدا إن هما يطلبوا المنتج طبعا في أي وقت وفي أي مكان يعني دي حاجة كويسة لأنه فيه ناس كتير قوي مثلا أنت قولك أنا عايز أجيبه بسرناء مكسلة نزل هاعد ألف فين هاعد أنتو مش موهول أنتو مش حاطينه في الماركتس لا هو مش في الماركتس وإحنا الوكيل الحصري لي ده عشان نريحهم علاقنا وما ينزلوش في مكان طب نيجيبه فين طب ده بعيد عننا إحنا بيوصلك المنتج لحد باب البيت يعني اللي عاوز هيشوف أرقام التليفونات دي هيتكلم عليها وإنتو هتبعته هول بالزبط اللي بعده في نفس اليوم أو في اليوم اللي بعده بالكتير قوي طيب ماسي كمان يا دكتورة دينا منتج مرخص يعني أنا دايما بنصح أستاذ المشاهدين أرجوكو أرجوكو ما تستخدموش أي حاجة أي حاجة إلا لما تشوفوا الترخيص بتاعها مترخصة دي يعني هي مرت بمراحل واختبارات وتجارب وتفحصت بشكل كويس جدا علشان حضراتكو تقدروا تستخدموها غير مرخصة يبقى هي معمولة تحت السلم بقى ولا معرفش فين وخطر ما ينفعش أن أنتوا تستخدموها وغير صحية بالمر فكون إنه هو يبقى مرخص مش من جهة واحدة من ثلاث جهات دمعنا كده إنه هو مر بحاجات كتير وتجارب واختبارات وي 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 كتير جدا جدا علشان يصلح لاستخدام السادة المشاهدين طبعا من حق كل الناس اللي بتتفرج علينا أنها تعرف أن ميسيد رجولد آمن جدا تعرف أن ميسيد رجولد مالوش أي أعراض جانبية أول حاجة طبعا هيزر على الشاشة دلوقتي أن ميسيد رجولد مرخص من وزارة الصحة المصرية كمان ميسيد رجولد مرخص من دول الاتحاد الأوروبي وكمان ميسيد رجولد مرخص من الإمارات حكومة دبي يعني أمن جدا صالح للسيدات صالح للرجال صالح لجميع الأعمار أنا عطوبة أحب أقول ابتداء من 18 سنة لأن قبل 18 سنة أنت قريدي أو البنوتة تباوشها غنية بالكولوجين وبالمواد كلها فأنا عطوبة أقول أبنصح باستخدام ميسيد رجولد ابتداء من 18 سنة بالنسبة لسيدات حوامل كتير بيكلموني ميسيد رجولد صالح وآمن للحوامل من بعد الشهر الثالث بعد الثالث عمل اللي أنت عايزة أيوة هو عمتا بعد الشهر يعني كله بيقول الثلاث شهر الأمانيين مش ماتي بس أي حاجة أي حاجة تخلي بالك منها حتى الحركة نفسها مهمة قوي أن السيد الحامل تهتم بشكل لها أنت عارفة السيد الحامل لو مش مهتمية ببشرتها بتلاقي وشها بيل قوي فماسي دروبال بيغزيها بالكولوجين والفيتامينز والدهب والكافيار فهو طبعا آمن جدا وعلى طول بقوله هو كمان مرخص من حكومة دبي لأننا عندنا أرقام خاصة بالشركة في دبي الأرقام ظهر على الشاشة كمان يعني ثلاث جهات مختلفة مرخص منها ماسي إذن يعني ده الضمان لأنه في ناس كتير جدا بتقول طبعا أنا أضمن منين يعني أننا يجيب معي نتيجة طبعا هو أولا وزارة الصحة المصرية عشان تدينا الترخيص أخدت وقت طويل على فكرة يوميا وأخذت عبوات عشوائية من كريم ميسيد رجولد حلل لتها لقيتها ملاش أعراض جنبية لقيتها فعلا مطابقة لمواصفات ولقيتها أنها فعلا تحتوي على 56 عنصر يعني لما بتيجي وزارة الصحة المصرية بتحلل بتشوف العناصر المكون منها ما فيش عنصر مش موجود ما فيش عنصر أزيد من اللي احنا بنقول عليه ما فيش عنصر مضر أو ممكن يبقى لي أي side effects إطلاقا يعني دي دي مهمة جدا يمكن عملة بيقولولي يا دكتورة دينا هل هو يحتوي على البارفين هو لا يحتوي إطلاقا على البارفين ده preservative مضى حفظة اسمها البارفين فهو لا يحتوي إطلاقا بس كتاب ولي طب أنا عايزة عرف مثلا لسه مبارح سيدة مكلماني في الكول سنتر عندها بوهاء فهي أوريدي حجزت فهي و هي بتدردش معي بتقولي أنا جايبها للبوهاء روح ترى اللي غيالها الحجز صح الأمانة مهمة برضو في الظروف هو لا يعلج البوهاء إطلاقا يعالج الغماؤان لكن البوهاء لو بيوحد لون البشرة لو فيها غماؤان لكن ما بيوحدش لون البشرة في حالة البوهاء البوهاء هي بتقسم عليه لازم عالك وما بيعالكش لحبوب النشطة برضو حبوب النشطة بتحتاج كريم فيها أنتب characterize لكن بعد ما أنتي بتخلصي علىه值 الحبوب النشطة بتستخدمي 2017 لعشان يوحد لكل لون البشرة مهمة قوي توحيد لون البشرة وتحس ان بشرتك لون رأبتك وتحس ان ما فيش فرق بين هنا وهنا بالنسبة لستات المحجبات كمان بمناسبة المحجبات لانك بتقولي المحجبات انا شايفة انه في سيدات محجبات كتير جدا للأسف بتهمل في نفسها او في النهاية تعتني ببشرتها يعني وتقولك طبعا انا محجبة بقى مش مشكلة في حين انه هما بيبقوا بيتعرضوا للشمس بشكل مباشر بينزلوا الصبح لو هي مثلا بتشتغل موظفة بتنزل الصبح في الشمس بتتعرض بشكل مباشر تيجي بعد كده تقولك طب ما انا محجبة طب ما انت ما بتقلعيش الحجاب في البيت ما انت اكيد بتقلعي في البيت وليك زوج وليك اولاد وليك مراية بتبص فيها وانا في رأي ان المراية دي ممكن تكون اما سبب تعسط الواحد اما سبب ان هو يبقى مبسوط لانه وفيش واحدة فينا وببصش في المراية يعني خالص فالسيدة المحجبة لازم يبقى فيه خاصة انه هما اللي بيقلعوا الحجاب بيبقى فيه فرق كبير بين هنا وهنا مثلا ماسي يقدر يحل الموضوع ده اه طبعا ماسي الحل الامس لتوحيد لون البشرة يمنع وعلى طول بقول السيد المحجبة او المحجبات لازم يعتنوا بنفسهم اكتر من المش محجبات لان هي مبروزة وشاه جدا يعني بيقولك ان الشعر ساعت بيقولوا عليه نص جمال او مثلا لو عندك هاي بتعودي الدريب شعرك لكن السيد المحجبة خلاص هي مفيش ده هو ده اللي باقي فعلى طول بقول لازم تهتمي ببشرتك جدا وعلى فكرة فيه سيدات محجبات كمان بيهتموا ومنه صحابي ايوا انا اعرف ناس من منقبات وبيهتموا جدا ايش علاقة على فكرة بحجاب او بشعر او الصح الست هي الست الصح الست ست سواء كانت بشعرها او محجبة او منقبة او ست كبيرة في السن حجة او واحدة صغيرة او متجاوزة او مش متجاوزة لان انا عاوز اقولك على حاجة انا بقى اسعق لما بلاقي مثلا برضو ردود غريبة جدا تقولك ايه خلاص بقى انا اتجوزت يعني ايه انت جاوزت دي المفروض تتعملي يعني عناية عناية اكتر وبعدين هو الهدف انك تتجوزي يعني هو الهدف ان انت بتهتمي بنفسك وبتعملي عشان تلاقي عريس او تتجوزي لا طبعا انت بجد والله العظيم انت بتعملي لنفسك لنفسك قبل اي حد في الدنيا وطبعا مهم ان نجوزك يشوفك شكلك حلو مهم ان المجتمع المحيط بك يشوفك شكلك حلو ما بقولكش عملي الاوفر اللي هو يعني عملي اللي مايتعملش ولا اي حاجة احنا اللي بنتكلم فيه ده او احنا ماسي يعني مفوش افورة خالص يعني الموضوع مفوش افورة خالص بقى يعني يمكن ابسط حاجة وبتدي اقوى تأثير بالزبط فلهو لا نهمل خالص ونقول لا انا بحب بقى بطبيعتي ولا ان احنا نافور سمعت حاجة غريبة تقولك لا لا انا بحب بقى بطبيعتي او ده في تغيير للطبيع في حاجة بالعكس الستات اللي بتحب تبقى على طبيعتها بقول ماسي دروگولد على طول فيه سيدات كثير بتموت في الميكوب بس بيبينك هتخضة ميكب بيبيني. فيه سيدات ثانية بتحب تопросع ناتشورل لك ده بيتحقق مع ماسي دروگولد ماسي دروگولد السيدات اللي ما بتحبشو الميكاب كثير والافورة الكثير بالعكس ماسي دروگولد هو الحل لأنه بديكي نظرة طحفة بي أنت عارفة لو مثلا عندك الهالات السودة دي وصحيت منهم كده بصيتي على المراية قبل ما تنزلي شغلك قبل ما بتتدايق جدا أي ست بتشوف أي مشكلة زي دي وتقعد بقى مركزة فيها يومنا للنهار إيه واحنا بنركز يا جماعة الستات بتركز يا جماعة تقولين مش عاوزين تقتنعوا أن احنا كلنا بنركز طبعا وعايزة أقولك ممكن بقى فيه سيدات عندها أولويات اللي عايزة تمسك تلبس لبس غالي جدا وبراند أو شنطة غالية جدا أو اكسيسوريز كل واحدة ليها فكرها لكن كل الستات بتتجمع في نفس الفكرة وشها وشها وشي يبقى حلو طبعا أحسله وابقى مبسوطة أنا عاوزة كده أنا مش عاوزة غير كده أنا أحسل وشي وأبص النفسي كده الله إيه ده أنا مبسوطة أنا ما فيش حاجة مضايقاني لأن احنا يعني أنا أعرف ناس بتبقى مش طائقة تبص لنفسها في المراية متضايقة وتبقى لبسة غالية جدا ومتشيكة جدا ورقبة عربيت وساعتها الحاجاتي ما ببقانش يقمتها والله يا يومنا يعني فيه ناس كتير أعرفهم بيبقوا زي ما بيبقى شنطة براند والشوز براند ومش عارف إيه واللبس براند بس بشرتها فيها شحوب أو ما بيبقى الشكلة حلو فبتضيع إمت الحاجة بالعكس فيه بقى ناس بيبقوا لبسين عادي جدا وسامبل والجينز والتيشرت وعادي وبشرتها حلوة جدا لدرجة اللي هي تبرز جمال الحاجة اللي هي لبساها فعلا أنا بشوف ستات بسيطة جدا بس أقسم بالله تبصي في الشهر ما تشبعيش من البص في الشهر صحيح ده اللي أنا بتفاجئ بي إنه بتحط القرش على القرش عشان هي حاوزة تبقى شكلها حلو صح واحدة موظفة في مكان ما مثلا ستات عادية زينا زينا من الشرط اللي بتلبس براندات مظلوم على فكرة تبص في الشهر ما تشبعيش من رواءانه ما شاء الله والوش صافي ومنور ورايق وحلو صح فاهمت زي يعني مش مسألة بس إنه الواحدة تبقى لبسة غالي وتحط كريم غال لأ أنت ممكن تبقي بسيطة جدا وبتستخدمي حاجة غالية بس تساعدك يعني تديك الثقة بنفسك صبع لأنه في ناس كتير جدا ستات كتير نفسيتها محطمة ما عندها الثقة في نفسها خالص صح خالص وبتبقى جميلة على فكرة وبتبقى حلوة ما فيش ست وحشة يا جماعة ما فيش واحدة وحشة والله العظيم بس فيه ست بتعرف تبين جمالها بحاجات بسيطة جدا في إطار الحياة الاجتماعية اللي هي عيشاها وفي إطار ظروفها اللي هي عيشاها وفيه ناس ما بتعرفش تباروز ده يعني فيست تتعرف تباروز جمالها وفيست أو هي بتبقى معتمدة أنها حلوة ومعندهش مشاكل في البشرة وتسيب نفسها ممكن تبقى السيدة حلوة ومعندهش فعلا مشكلة باينة قدام المراية بس لو جبنا بقى ميكروسكوب أو حلنا هنلاقي تحت الجلد يومنا فيه ديستراكشن ليفل والليفل بتاع الكولوجين قليل الليفل بتاع هليرونيك أسد قليل الفيتامينز قليلة فجأة في يوم وليلة بتلاقي مشكلة في بشرتها يعني هي بيبقى فيه مشكلة تحت الجلد ممكن ما تبقاش ظهرة يعني إحنا بيقى عندنا مشاكل تحت الجلد طبعا لكن هي بقى شايفة نفسها حلوة ومش مركزة في ده طب هو ماسي هيعالج المشاكل تحت الجلد دي ماسي متصنع فدي حاجة مهمة جدا يعني هو مش مش للسطح يعني هو مش بيسه على السطح كده لا ده هو بيخترك الجلد كمان وبيشتغل عليه طبعا لو على سطحي لو السطحي بممكن تحسي إن كتي على وش الكريم الحلوة في ماسي إن هو متصنع بطريقة النانو ما بيسبش أي أيلي على البشرة ما بيسبش أي دهون على البشرة بيمتص بسرعة جدا يوميا البشرة بتمتص منه 5% من المئة عشان كده بتطمن كل الستات اللي بتتفرج علينا عمرك ما تحسي إن وشك ملزق مع ماسي مش هتحسي إن فيه طبقات مش بس البشرة الضهنية اللي بتعاني من ده حتى أي نوع بشرة ما بتحبش تحسي إن وشها بيلمع أو ملزق بالمعنى الأصح فماسي دورو جولد بيعالج الطبقات مش السطحية 3 من تحت فدي حاجة مهمة قوي ما تعتمديش إن شكلك حلو في المراهي أنا ما عنديش مشكلة مش هستخدم ماسي ممكن يبقى عندك مشكلة إنتي مش شايفها بالعين المجردة وفيهم اللي بتسير والله يا يومنا تعالف دكتور حنين فيه حاجة بتطلع فجأة فجأة والله العظيم صح والله فعلاً الحاجات اللي هي الغمقان البقع الغمقى وفيهم الخطيرة جداً وفيه خطوط والتجاعد أنت عارفة باحد ساعات لما يزعل شوية يومنا يلاقي وشه وبقى فيه مشكل والله الجد كبران وتجاعد وتجاعد تحت العين وتحوالين الفم وفي الجبهة وغمقان بقع مش عارف وهلات سودة طبعاً بيأول حاجة في الاسترس وفيه ناس كتيرة جداً يومنا من الكول سنتر برضو لما بقعد معهم في الكول سنتر عملة كتيرة جداً بيبقوا عايزين يجربوا ماسي على سبيل الفضول يعني مفيش مشكلة معينة في البشرة مفيش كلف مفيش نمش مفيش هلات سودة مفيش غماء يعني بقع أو تصبغات جلد يا بيبقوا عايزين يجربوا على سبيل التجربة عايزة أقول لي كلهم يعني العملة دول بالذات ليهم ما كانا كده في قلبي لأن أنا بتابع معاهم بقى كل العملة يا يومنا اللي أخدوا ماسي دورجول دا على سبيل التجربة عايزين بس يشوفوا إيه كريم الدهب دا إيه الموضوع اللي انتم بتكلمون عنه عايزة أقول لي كلهم يا يومنا يعني أجمعوا على حاجة واحدة إن بشرتهم اتغيرت 180 ضربة اللي هم أصلاً ما كانش عندهم مشاكل اللي ما كانش عندهم مشاكل ما بالك بقى اللي عندهم مشاكل فعايز أقولك كلهم قد إيه بيقولوا إن الوش نور قد إيه بينزلوا من غير ميكب قد إيه بينزلوا في الشمس ما بيقلقوش إنه يحصل بقعة وتصبق لا بالعكس مدية نضارة وحيوية مدية صغر في شكل البشرة تماماً وحتى اللي خلصوا الكورس اللي هو الست شهور فعلاً ما لازم يقرروا؟ لا هو بصي ما دم أخوه ما فيش مشاكل هو ما عندهمش أي مشاكل فهيقرروا لي وعايز أقولك العلاج زي ما دايماً بنقول هو علاجي بقى بيعالج البشرة بيرجع صبغة الميلان للمستوى الطبيعي مش محتاجة إن أنا أقرره مرة تانية بس في ناس من حبها في مايسي ومن حبها في كريم أنا عارف ناس خلاص كثير جداً أنا عايز أقولك 80% من العملة بتونا بيقرروا مايسي فعلاً لأنهم يعني الدقيقة ده غير تماماً من بشرتهم غير من شكل اسمها خامة الجلد يعني تحسنت تماماً بنسبة 180 درجة وفر في الوقت أنت عارفة إحنا فيه كورس العناية بالبشرة كريم النهار كريم الليل كريم لو سيرم تحت العين السام بلوك كريم التجعيد اللوشن اللي هو أو اللي بتحطيه قبل الميكب البيز بتحط قبل الميكب جدول جدول بالضبط وكل بقى ما بين كل حاجة أو حاجة تستني دقيقة عشان البشرة تمتح إزعاج بالضبط فانتشوفني ده كان إزعاج هتشيل كل الكلام ده ونستخدم ماسي درجولد في العبوة واحدة يا جماعة هي مش سات لأن في ناس كانوا بيسألونا برضو إن هو سات وكذا حاجة لأ هو عبوة واحدة فيها 56 مكون بتحل محل جميع منتجات العناية بالبشرة فمتوفر لي قد إيه في الوقت متوفر لي في المجهود عايز أقولك بتوفر أن أنت مش بتنزلي حتى العيادات بقى لدكاترة التابعة لأن ماسي درجولد في 56 مكون في الفيلر في مادة شابهة البواتوكس في الكوركومة لونج إكستراكت مصحح عيوب البشرة وده مادة مهمة جدا جدا ينومنا والناس اللي عارفين يعني بيفهموا في حاجات منتجات العناية بالبشرة يعرفوا أن الكوركومة لونج إكستراكت من أهم المكونات من أهم المكونات وأثبتت أنها في الوقت المتحدة الأمريكية رقم واحد في العناية في البشرة اللي بيسموها سكين كورركتر حتى في ناس دلوقتي بيحطوا المادة دي على بشرتهم ما يحطوش أي حاجة تانية هي بتصحح حيوب البشرة المادة دي موجودة بنسبة كبيرة جدا جدا في عندنا مادة الديماثيكون الديماثيكون برضو الناس عارفين أن هي حاجز وقاية ضد فقدان الرطوبة بتزود مرونة الجلد فبتخلي الجلد على طول مترطب بنسبة 100% وده اللي بيسر أنه ما يسيد رجولد ما بيطلعش بعد استخدامه تجعيدة واحدة لأنه دايما مرونة الجلد عالية جدا الهيدريشن أو الرطوبة عالية جدا فما بيتكونش أي تجعيد أو علامات تقدم في السن إحنا خلينا نفهم بس الناس أنه طول ما الجلد مترطب التجعيد مش هتطلع بمعنى أنه الناس اللي بشرتها دهنية بتلاقيها بتعجز بعد الناس اللي بشرتها جفة بكتير يعني الناس اللي بشرتها جفة هي أكثر عرضة لظهور التجعيد عن أصحاب البشرة الدهنية لأنه طول ما البشرة جفة هتبقى عاملة زي الأرض النشفة هتلاقيها شققت بسرعة وطلع فيها خطوط وتجعيد طول ما البشرة مترطب ولو أنت بتستخدمي ماسي يعني ده اللي احنا عايزين نوصله لكم أنه البشرة هتبقى مترطب على طول فمش هيحصل فيها أي خطوط أو تجعيد ناس كتير هتقولي طبعا أنا أستخدم أي كريم مرتب مش ده اللي احنا بنقوله خالص لأنه علاجي ده علاجي دايما يا يومنا بنقول أن ماسي دورجولد يا جماعة مش تجعيد فقط ماسي دورجولد الجميل اللي فيه وبيعالج التجعيد وعلى متى تقدم في السن وبيعالج عيوب البشرة عيوب البشرة الغمقان التصبغات الجلدية ما فيش منتجة يومنا بيعالج كل الحاجات اللي ماسي بيعالجها التصبغات الجلدية البقع الدكنة الهالات السودة الكلف النمش شحوب الوجه كل المشاكل دي بيقدر ماسي دورجولد يعالجها بلاس أو بالإضافة إلى التجعيد طيب في ناس برضو يا دكتورة دينا عشان بيسألوا بيقولوا احنا الصبح بنسحة بلاقي لسا فيه دهب على وشنا ده يتغسل يعني ولا يتساب ولا يتعويل لا طبعا يتغسل كلنا بنسحة منهم بنغسل وشنا الدهب اللي موجود خلاص هي البشرة متصت الكمية الكافية لأنه ماسي دورجولد غني بنسبة كبيرة جدا بين الدهب فانت لما بتصح منهم حتى لو شفتي جولد بارتكلز خلاص هو البشرة متصت القدر اللي هي عايزة من الدهب بتخسلي وشك عادي جدا وبتنزلي عايزة تحطي ماسي دورجولد الصبح حطيه وما تحطيش بواقي شمس لو مش هنحط ماسي دورجولد الصبح بنستخدم الواقي الشمس بتاعنا فانت بتصح منهم حتى لو لسا فيه جولد بارتكلز بنغسلها ما فيش اي مشكلة مش هيئذي النتيجة بتاعت الكريم نروح لتقرير ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية ماسي دورجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً عشر سنوات ماسي دورجولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم ماسي دورجولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر أهمهم الدهب الخام عيار الثلاثة وعشرين والكافيار والكولاجان والهيلورونيك أساد والسيراماد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة المعروفة القدرتها على إعادة شباب البشرة الم aosتاقي فهو الم Guernette هو الواقي جولcksا من الكافيار كافيار, كولاجين، سيراماد والهيلورونيك أساد ماسي دورجولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من أقوى مرخص من ماسي دورو جولد ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوث ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب يعني أنا ملاحظة أنه طول الحلقة إحنا عمليين كلم عن السيدات ونسيين خالص الرجال وإحنا مش عنصرين ولا حاجة ولا في مشاكل بيننا وبين الرجال ولا أي حاج خالص يعني الحمد لله بجد والله العظيم أنا شخصيا بحترم الرجل جدا وبحترم أنه هو رجل يعني ست ست والراجل راجل بس الرجالة دلوقتي كمان بقت بتهتم بقى بنفسها بقى الترند مش زي الأول وممكن في شريحة كبيرة بتتفرج علينا دلوقتي تقولك هما دول عمليين يتكلموا عن السيدات طيب واحنا طيب البتاع الكريمة اللي بيتكلموا عنه ده ينفع لنا ولا ما ينفع لنا مش قادر أقول لك يومنا عملة من رجال بكتير عندي يعني مبسوطين جدا بماسي ما بقاش زي الأول ما كانتش رجالة أو رجال بتهتم قوي برشتها بالعكس دلوقتي بقى عندنا عملة كتير جدا من رجال هو مناسب جدا للرجال لأنه عالج كتير زي ما أنا بشوف العملة اللي عندي عالج هلات سودا عالج تجعيد شد الجلد مست الجلد بشد البشرة دي حاجة مهمة جدا واحد لون بشتهم يمكن ساعات بلاقي رجال يقولي إيه احنا عايزين بيعملوا أردر بقولي أنا أخد العلبة دي لها أنا ومراتي يستخدمونها مع بعض هم الاثنين يستخدمونها فعالطول بقول له أنا بنصح أن العبوة هي العبوة بنقول لك للفرد عشان كده احنا مش عاملين عبوات صغيرة لأنه كتير يقول لي يا دكتورة دي أنا ما فيش عبوات صغيرة أنا بقى ليه ثلاث سنين بقول ما فيش برجعه تاني يسأله احنا بنتكلم في علاجات قوية بنتكلم في كواليتي جلد بنتكلم في علامات تقدم في السن فلازم يتأخذ الكورس كامل يعني لما الحاجة تبقى صغيرة تزعله ولما الحاجة تبقى كبيرة تقولوا عملونا حاجات صغيرة يعني صغيرة دي يعني مش هتعمل حيوية لا لا يمكن هتعمل ممكن تعمل نظارة تعمل حيوية لكن تجعين وغيرت سوداء وكلام ده لا طبعا فبقول للعميل ما عنديش مشكلة بتستخدمها أنت وزوجتك بس قبل ما الكورس بيخلص بتبقى جايبت تانية عشان أكنك أنت بتاسميها لكن لازم تاخد دي الكورس كامل 120 ملي فلا عندي من الرجال كتير وعندي من الشباب كتير يعني مش رجال بس كبار في السن لأ الشباب منه هي عندها 20 سنة بتستخدم ماسي دور جولد ومبسوطة فعلا بالنتجته يعني ماسي منتج يصلح للرجال وللسيدات وطبعا للسيدات ورجال كمان يومنا بيتعرضوا للشمس كتير بيشتغلوا أكتر من الست فبيقاش عندهم وقت أنهم ما يهتموا قوي ببشرتهم فماسي دور جولد وفر عليهم كتير جدا في أقل من دقيقة نص دقيقة الصبح نص دقيقة بالليل أو نص دقيقة بالليل فقط بيقدر أنه يدي نظرة وحيوية لبشرته وبيعالج بشرته لو فيها أي عيوب ويقدر بقى يكمل بقى اليوم عادي من غير أي مشاكل ويستخدموا عادي على هنا هنا هم يمكن أكتر حتة عندهم بيشتكوا منها مظبوط الحتة دي مظبوط لشان في لك في قراءة بيادة صح فالحتة دي والحتة دي يهتموا بيها جدا جدا والكورس بيكفي لمدة 6 شهور بيعالج تماما أي غمائم موجود في البشرة في الإيد في الجبهة في أي مكان موجود في الإيد ممكن ناس تحطوا على أديها طبعا وفي تجعيد كمان بتظهر في الإيد مش بس غمائم يعني بيبقى ساعات فيه غمائم بقع أو كده فيه ساعات تكلف بيظهر في الإيد برضو يومنا كمان فيه التجعيد أكتر حتة يبان عليها تجعيد الرقبة والإيه والإيد يعني اللي عايز يدلع نفسه الزيادة شوي ممكن يحطوا على الحتة طبعا أنا بشكركم على وجودكم معي النهاردة ضيوفي الأعزاء دكتورة زينة أبو سعود ودكتورة حنان الحسيني أحنا حلقتنا خلصت تقدروا تبعتولي كل أسئلتك وستفساراتك على صفحتي الشخصية اللي هتبان لحضراتك على الشاشة دلوقتي أحنا بنقابلكو يوميا الساعة 3 عصرا والقعادة بتكون 8 صباحا أشوفكم بكرا إن شاء الله وانتوا في أحسن صحة وفي أحسن حال كنت معاكم يومنا طولان سلام عليكم موسيقى 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 موسيقى